حرف الكاف نضع فتحة كا ثم بعد ذلك حرف التاء نضع فتحة تا ثم حرف الباء فتحة با والآن نقوم بربط هذه الحروف حرف الكاف هذا هو حرف الكاف في بداية الكلمة كا كا ثم بعد ذلك حرف التاء هذا هو شكل حرف التاء في وسط الكلمة تا كا تا كتا ثم أخيرا حرف الباء فتحة با با كا تا با كتبا 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 منتاز حرف الكاف في بداية الكلمة حرف التاء في وسط الكلمة ثم حرف الباء في آخر الكلمة ممتاز جدا حرف الدال حرف الدال نضع فتحة دا 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 ثم حرف الراء فتحة راء 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 ثم حرف السين نضع فتحة سا 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 حرف الدال في بداية الكلمة دا دا راء سا دا راء سا دارسا 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 ممتاز جيد جدا